بدنا نروح عند وفاء أبو خديجة هي مدربة تصنيع صابون طبيعي بزيت الزيتون وملقبة بفارسة التمكين الاقتصادي تعالوا ما يخلنا نتعرف عليها بساعة صباحك ستة كيف حالك؟ شو أخبارك؟ يعني أول إيش إحنا بيوم مبسوطين أنك انت موجودة معنا تم تلقيبك بفارسة التمكين الاقتصادي وإحنا هلأ لسه قبل شيء كنا قاعدين عم نحكي عن موضوع الإبداع والإنجاز إنه البني آدم ما يوقف عن طموح وحلم فهذا اللقب أخذتي بجوز بعد ممرتي في كثير من العقبات وكثير من التحديات فتعرفينها في حالك أكثر وتحكي لنا عن هذا الموضوع وفاء أبو خديجة مدربة صناعة صابون صناعة صابون زيت الزيتون أما الإجرسين لا تشكيل فأنا من تقريبا من سبع سنوات أخذ دورة عادية زي أيست سمعت إنه في دورات فأروحت أخذت الدورة وكان ما لي أي هدف فأول ما شفت الأشياء الجديدة وهيك وغريبة وإشي عم مجتمع يعني من سبع سنين ما كان الصابون بهذا الشكل صحيح فحسيت يعني فكرة كتير حلوة فبلشت بمشروع اشتريت 2 كيلو صابون وروحت شكلت مع أساس إنه إلي للبيت فمن ما شاف الصور يا شو هذا إشي يقول لي جيلي إشي يقول لي حلو لهم لأ صابون عن جد صابون يتفاجأوا صحيح فمن هون طورت شوي صوت أدخل أشياءات يعني الصورة دخلت جوا الصابون وعملتها تعليق على سيارة من عملنا برواز بينحط بمكتب أو بينحط إذا صحيح وعليه يعني كتابات أوكي هاي إذا بنحطها على مكتب في حال بنحطها في الحمام بمأنه برواز وصابون يعني منشيل الآتي نحط مراية عادية صحيح زيت الزيتون عنا في البيت قبل فترة يعني كل لاحظ إنه الزيت مغشوش الزيت مغشوش وش نصوي فيه يعني حرام ينكب أخذنا على الطريقة الباردة طريقة كتير سهلة نعمل منه صابون في البيت وهذا السجديد يعني عملته من يومين منتركه عبل ما يجف بالهواء وطبعا جدت الصابون كل ما تركته كل ما بيعطي جودائق يا سلام دخلت في بعد ما صرت أشتغل في يعني عملته إلي للبيت صرت أشتغل فيه صار علي إقبال صرت أشتري بالكميات وعيد تشكيله صحيح وبيجي خام لجريسالين أكي فكنت أشتري كل وقت خام صرت أشكله صار يشتروا مني صار فتح صار عندي مشروعي أكيد صار يجعلي دخل صحيح صرت أدرب بالنسوان مهايهير إحنا من نحكي عن مرحلة التدريب هي بدرب بالنسوان على الحرف اليدوية ببصد ما أهمية تمكين المرأة؟ أنت كسيدة أردنية حصلت على لقب فارسة التمكين الاقتصادي هذا اللقب لقب كبير لما تحصل عليه سيدة كم مهمة السيدة أنها تكون هي متمكنة اقتصادياً تقدر تعيل زوجها تقدر تأجب ابنائها وتكون فعالة في المجتمع أكيد يعني احنا كل شيء في الوضع الاقتصادي كيف صار يعني الزوجة والزوج والولاد يلا يكفوا أكيد كمان مش حلو المرأة تترك بيتها وتطلع تشتغل دوام كامل تترك أولادها صحيح فصرنا نعمل دورات تدريبية خصوصاً يعني هذا اللقب أجاني من شهرين بس أنا من سبع سنوات كنت ملكة الصبون ما شاء الله بأني كنت في كل بزار أشارك فيه أو كل دورة أعطيها أدخل إشي جديد يعني صرنا ندخل السرس مع الصبون صارت وزعها فاليد يعني صار الإبداع يطلع صار يطلع بالفعل يعني المرأة أنا يدينا ننصوف حلق حالياً أوكي فلما بلشنا بفكرة تمكين المرأة اقتصادياً صرت أعصت مدسق الدورات مش أنا اللي أعطي لحالي تمام صرنا كل ثلاثاء نعطي دورة مجانية في الأخ أيمن مكدادي صاحب نادي البيارق عرض علينا القاعة مجانية تمام قلت له كويس فأنا بإمكاني أعطي دورات مجانية للسيدات تمكينهم اقتصادياً دا المتروح المرأة تأخذ الدورة وتطلع من البيت وتدفع مصاري وتروح تشتغل لا إحنا وفرنا عليها إنها تدفع بدل تدريب ما الهدف من الدورات المجانية؟ الهدف استفادت إني ساعدت نساء مش قدرات يطلع من بيتهم عشان تأخذ الدورة بعشرة أو 25 دينار بتقول لك الأخين ببيتي لا أملت لك إياها مجانية تعالي إحضري وروحي إبدعي ما في سيدة إلا عندها إبداع صحيح وما إذا ما أخذت الخطوة الأولى إنها تروح تأخذ الدورة طول ما هي بالبيت مش راح تأخذها فلما وفرنا لها إياها إنها المكان مجاني التدريب مجاني تمام والمواد إحنا منجيبها كمان نفرجيها كيف يعني ما منكلفها أي شيء إلا إنها تيجي تحضر تروح تطبق تمام من ديل هون الأماكن اللي ممكن تشتري منها بأسعار أرخص كمان من السوق أنا ما بعرف فرح شام الريحة إنتي لدينا واصلة أنا جاي جاي خلاص على السريع حردت إنت مني كتير خلاص بس فرح هذا الصبون مش للأكل ديريب علي جدي عطيك ألف عافية ديريب علي لن ندير بالنا من فرح فرح أي شيء بتشوفه زيك بتاتي ديريب علي يعني مبين علي؟ مصدقتين؟ ما هو مشكل إنه مش مبين عليها في شهرة أنا مش عمليتها أو مجلبتها اليوم هاي بعملها عشيك الكاندي ومثلا لابتك فرح مثلا نعملها لان برتقال وحط عليها عطو البرتقال بس رأت أخاف الأطفال يخدوه ويكلوها صحيح بس رأت شوية نشكل تغير في الألوان والعطور نعمل ما نجيب العطور المعروفة اللي هي التفاح والكرز معروفة أنا لأ سأجيب عطور مميزة بس أبتخيل هدول حصوصا اللي على شكل وردة إذا بنحطو بالحمام مثلا بالحمامات أو إشي قدي رح يعطي منظر كتير حلو جمالية ورائحة جميلة أكيد بالضبط يعني في أول ما تفوت مثلا على الحمام مرأة الحمام لو حطينا أربع خمس منهم بيعطي العطور ومعطي شكل نعم هاي برضو صبون صبون صبونة صبونة بس اللجواتها برواز مراعي برواز ومرعي مهم بس في شغلة هادول هلأ صنعنا نعملهم توزيعات العروس ها مسكتنيا أنت خلاص ها خلاص مثلا العروس إذا توزع حفلتها حفلتها يكتمل فقرة أئلها وصحباتها ممكن تأخذ كم واحدة على العدد الصحبات وتوزع وتوزعهم فعلا طبعا كل ما بتكون من مستحدرات طبيعية 100% 100% يعني درجة لو الطفل صغير حطها في طيب ما ما بتقدي بس مش ردرجة مي بلعحم بس مش بلعصابون اه اوكي يعني كلها تصنيع يدوي مواد طبيعية 100% العطور شوي يعني المعروف إنه هاي من دخلها طيب بدي أسأل أنا سؤال عن سوق الصابون هل سوقه فعليا درج أو فيه حركة؟ بصراحة أول ما بلشت قبل سبع سنوات كنت أنا الأولى في الزرقة اللي بشتغل في الصابون تمام حاليا لا صارت كتير منافسين ومنافسات وأسعار يعني كنا بالأول نبيع التوزعات زي هاي يعني نصد دينار أوكي حاليا صارت أقل من قيمتها تمام فيه تنافسار نعم مع هذا لا فيه يعني فيه مردود مادي الحمد لله طب حبينا نحكي أكتر عن الحرف اليدوية هل هي فعليا عم بتفيد النساء حاليا عم بتكون إلهم مصدر دخل ممتاز يعني خلاص بيعتمدوا عليه اعتماد تام أم بحاجة مصدر دخل آخر أكيد لا يعني نشوف السيدة حلو تكون عندها مشروحها الخاص منه بتتستقل مادياً بتستقل بتتقوي شخصيتها لا بتساعد شوي الزوج أو غاي بمصروف أو جزء من المصروف صحيح نحنا دائما بنحكيها هو تمكين المرأة المرأة دائما هي نصف المجتمع نعم نحن نذكرها دائماً ونحب نحكيها دائماً وقداش مهم إنه إحنا المرأة تكون فعلياً لما هي تكون فعالة في المجتمع سواء داخل بيتها أو خارج بيتها نعم هذا الإشي بإمكان أنه هي تزيد الإنتاجية فعلياً الإبداع إن شاء الله إحنا بسيطة زيك قدنا نشوفها ممكن ما بتكلف ستة البيت إشي خلال قاعدتها في البيت بس تطلع بإشي كثير فعلاً أكيد ست وفاء أبو خديجة أوليش شرفتين من ورتينا وإن شاء الله المزيد من النجاح والتقدم ونشوفك مش فارسة بس بالتمكين الاقتصادي فارسة بتمكين مجالات المرأة كافة بإذن الله شكراً لكم